أولاً أنا أشكركم على رئيس قطاع التنميات الثقافية أستاذ الدكتور نبيل الكلاني وأيضاً أستاذ مخرج كبير وأيضاً دي هذا اليوم جمالينا هضوروا في هذا المكان أشكركم أولاً يسعدني أن ألتقي بكم اليوم في مهرجان 2016 لأفلام الكورية في مركز الإبداع الفني في دار أوفرا عندنا نهرس في مركزنا الثقافي كوري على تنظيم هذا المهرجان بصفات سنائية ليس مرة وحيد أنا أعيز سنائياً استمرار من أجل تلبيات شغف المحب ثقافة الكورية في سينيما كوريا توقيك سينيما كوريا والتي تعد أحد مكونات الموجات الحل الكورية نجاحات متوالية كل اليوم وآخرها والمشاركة الكورية مشرفة في دورات الحالية لمهرجان كان مهرجان كان على سينيما دولي أنتم تعرفين؟ في قبل يوم انتهت نهرن واحد منهم فيلم كوريا هو جائزة على هذا جائزة حصل على جائزة وقبل حقيقة قبل نهرن نهرن كمسة عشر عاما كانت سينيما في كوريا الجنوبية تواني من درجعي الشديد ووجهت منافسة شرسة من جانب أفلام هاليوود وإنشاهدت سينيما كوريا منذ أواخير تسيانات نهضة حائلة حيث حائلة نهضة حائلة نهضة كبيرة حيث بدأت هذه سنوات تختصيف الإعتراف الدولي فهمتت؟ وفي عام 1996 تم تدشين مهرجان بوسان السينيما دولي دي معروفة في دول العصيية وأيضا في العالم شوية كذا لكن دولاتي في دول العصيية يتقدم وهو أول مهرجان سينيما دولي في كوريا وذلك من عجل تقديمي ودعم المقردين والأفلام والجديدة من إلاء الاهتمام الخاص إلى سينيما العصيية تم أرض مئة تلاتة وسبين في المن من واحد وثلاثين دولة قلال دورته الأولى لكن في سنة مادية عالفين كمسة عشر شارك تلاتة مئة اتنين في المن من كمسة سبوة دولة في مهرجان بوشان دولي كما تم إطلاق المهرجان دولي الأخرى في كوريا أبرزها مهرجان بوشان دولي بروايه الأفلام في عام ألف تسامية سبوة تسعين ومعرجان أيضا معرجان جنجو سينيما دولي في عام ألفين والذي يركيس بشكل رئيسي على أفلامي الرقمية والمستقلة والفنية واليوم بطت السينيما كوريا الجنوبية أكثر نجاحا سواء على سعيد المحلي أو دولي وحققت إرادة سيناءة العفلام في كوريا في عام الماضي حوالي 1.42 مليار دولار وبعد أن كفز عدد الأفلام كوريا التي تم تصديرها للخارج إلا 650 فيلما يتدمنا مهرجان هذا العام يتدمنا هذا المهرجان عام كمس أفلام متنوعة اليوم أول يوم مرزم فيلم أفلام كوريا في القاهرة في مركز الإبداع اليوم اسمه فيلمه؟ كتش مي دي هذا كوميدي كوميدي وحب دي هذا عطفية دي هذا قصص رعاية ربما أنتم تحبوا قصص رعاية في كتش مي عشان كساس الشباب إلا إ kalau أنتم تحبوا قصص وعیدًا دي مناسب لأخلاق المناقل المصري ليسا مخلفما لا مناسب لأخلاقكم دي هذا 5 أفلام متنوعة وتزمع ما بينها الكوميديا والدراما والأكشن ورومانسية مثل هذا كما يلي اليوم كتش مي بكرة ماما ماما أمي وبعدن ملاد النجم وبعدن دماء شب ساخن وبعدن كيف تصرق كلبا مثل هذا قصص كيف هذا قصص رياة جميلة حلوة لذا أنتم تشاهد هذا فيلم وبعدن تفهم ثقافة القرية في خلفية سينما هناك موجود حياة الإنسانية قرية لأي سينما مصري أيضا أنا شادت سينما مصري أيضا هناك قلفية قصص في حياة المصري بشكرة أم لا؟ آه لذا أنتم منذ أرز لكم تتبيعوا خمسة أيام خمسة أفلام تشاهدوا هذا الأفلام وبعدن تفهم ثقافة القرية أي سؤال بعدن تفت إلى مركزنا أنا أي سؤال يسألكم أجابكم أرزو أن توجبكم الأفلام كما أرزو أن تشارك في أمسيات سينما كوريا التي ستوقظ في يام الأربع بعد الأرض فيلم فيلم دماء الشاب ساخن وذلك بمشاركة دكتور غادة جبار أستاذ سينما في أقدمي فنون ونقيد سينما دكتور ياقوب جي ياقوب جي وذلك أخيرا أرزو لكم أنكم تتكلم جمهورة البسيطة كما يلي ماذا؟ كما يلي حيا بنا إلا مركزنا قول كذا حيا بنا إلا مركزنا في غزة سيفية إن شاء الله بعد الوقت أنتم تتعف في امتحان لكن إن جاء أمتا هناك شباب لذلك امتحان للوقت أنا عاربت إن شاء الله تستريه في هذه كمسة أفلام تستريه عشان تركيز على دراسة على دول بوقت تعبان لابتا تستريه عشان تركيز على دراسة كويسة لذلك أي وقت أنتم وقت في حيا تفتح إلى مركزنا وأيضا تستريه في مركزنا في أي وقت أنا عارت دلكم إن شاء الله شكرا ترجمة نانسي قنقر شكرا